بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجيه والدرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم في آداب دخول الخلاء قال رحمه الله ويُكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة يُكره دخول الخلاء محل وضاء الحاجة يُكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إذا كان معك شيء فيه ذكر الله ينبغي لك أن تُخرِجه من نفسك لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء محل قضاء الحاجة نزع خاتمه نزع خاتمه من أصبعه رواه الخمسة إلا أحمد رحمهم الله وقال الترمذي رحمه الله حديث حسن غريب وجاء في غير ما حديث أن نقش خاتمه محمد رسول الله نقش خاتم الرسول مكتوب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه لأن فيه ذكر الله جل جلاله قال ورفع ثوبه ويكره رفع ثوبه قبل الدنوه من الأرض لحديث أنس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لا يرفع ثوبه حتى يقرب من الأرض رواهما الترمذي رحمه الله قال كلا الحديثين مرسل وضعفه العراقي وعبد الحق يعني في سنده ضعف ولكن ينبغي أن يتأدب المسلم بهذه الآداب لا ترفع ثوبك حتى تقرب من الأرض حتى لا يرى عورتك أحد قال وكلامه فيه أي يكره الكلام في أثناء قضاء الحاجة لما رواه الجماعة إلا البخاري رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه لم يرد عليه السلام لأنه في أثناء البول وأنت في أثناء النجاسة لا تذكر الله ولا ترد السلام وروا أحمد وأبو داود رحمهم الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يعني يريدان قضاء الحاجة كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقط على ذلك والمقطو البغض لا تتكلم أن تتقضي الحاجة فإن الله يمقط على ذلك أي يبغض ذلك لا تتكلم وأنت في قضاء الحاجة قال المعلق ضعيف سنده ضعيف وبوله في شق لكن كذلك يكره أن تبول في شق إذا كانت الأرض فيها شق فيها حفرة لا تبول في ذلك المكان لما روا قتاده عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول أن يبال في الجحر أي الخرق إذا كانت الأرض فيها خرق لا تبول في ذلك الخرق رواه نعم لما روا قتاده عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر أي في شق في الحفرة في الأرض قالوا لقتاده ما كراهة البول في الجحر فقال يُقال إنها مساكن الجن الحفر مساكن الجن فلا تبول فيها رواه أحمد والنساء وأبو داود وسكت عليه أي لم يضعفه رحمهم الله وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله وصححه ابن خذيم وابن السكن رحمهم الله وقد روي أن سعد ابن عباد رضي الله عنه بال في جحر بال في جحر في خرق ثم استلقى ميتا مات فسمعت فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخذرج سعد ابن عباد رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده نسب هذه الحكاية وبيت هذا الشعر في مجمع الزوائد للطبران في الكبير رحمه الله قال المعلق ضعيف في سنده ضعف قال ومست فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها لا تمس ذكرك بيدك اليمنى ولا تستجمر بالحجارة بيدك اليمنى ولا تستنجيب الماء بيدك اليمنى فإن اليد اليمنى للأشياء الطيبة والطاهرة وأما الأشياء القذرة فباليد اليسرى لما لما في الصحيحين رحمهم الله من حديث أبي قتاد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم والخلاء أي مكان قضاء الحاجة فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه ورواه أيضا أصحاب السنن رحمهم الله وقال البخاري رحمه الله باب لا يمسك ذكره بيمينه قال واستقبال النيرين عن استقبال الشمس والقمر يكره استقبال الشمس والقمر وجه الكراهة لما فيهما من نور الله تعالى أو لأن معهما ملائكة عليهم السلام والصحيح عندي أن ذلك لا يكره لأنهما الشمس والقمر مخلوقان من مخلوقات الله تعالى ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا أي لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أي اتجهوا إلى المشرق أو غربوا اتجهوا إلى المغرب وهذا يدل على جواز الاتجاه إلى جهة الشمس أو جهة القمر لأنهما مخلوقان من مخلوقات الله تعالى ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان من مخلوقات إذا كنت في صحراء لا تستقبل القبلة عند قضاء الحاجة ولا تستدبرها ولا تجعلها خلف ظهرك القبلة ويجب ويجب احترامها فلا تستقبلها عند قضاء الحاجة إذا كنت في صحراء أما إذا كنت في بنيان فلا بأس ولكن ينبغي اجتناب ذلك اتفق الأربعة رحمهم الله على ذلك إذا كان في غير بنيان أي في صحراء لحديث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط مكان قضاء الحاجة فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيب يعني بيوت خلاء قد بنيت نحو الكعبة فنحرف عنها أي نميل عنها ونستغفر الله تعالى حتى في البناء حتى في البنيان ينبغي اجتناب استقبال القبلة أو استدبارها فننحرف عنها أي نميل عنها ونستغفر الله تعالى متفق عليه رواه البخاري ومسلم رحمهم الله ورواه أيضا الخمسة رحمهم الله قوله قوله في غير بنيان أي يحرم استقبال القبلة في الصحراء أما إذا كان براء الجذار في البنيان فلا لحديث البنيان صحيح على شرط مسلم وصححه ابن السكن وبالجواز في البنيان قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله وبالتحريم في البنيان والفضاء قال جمع من العلماء منهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد رحمه الله ونصر هذا القول ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلة يعني لا يجوز استقبال القبلة سواء كان في الصحراء أو في البنيان ولبثه فوق حاجته أي لا تمكث في ذلك المكان زيادة عن الحاجة تبول وتتغوط وتقوم إذا انتهيت لا تمكث في ذلك المكان الذي فيه النجاسة قول وَبَوْلُهُ الإنسان يأخذ منها هكذا شريعتنا الإسلامية الكاملة بأحكامها ونظمها الناسخة لكل شريعة الصالحة والمصلحة لكل زمان ومكان تراعي مصالح المجتمع البشري وقد أخرج مسلم وأحمد وأبو داود رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين أي اتقوا السببين الذين يجلبان اللعن اتقوا اللاعنين قالوا وَمَنْ لَاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم الذي يتغوَّط أو يبول في طريق الناس أو في ظلهم يسبب على نفسه اللعن لأن كل من جاء هناك ويجد هذه النجاة يلعن فلا فلا تعرِّض نفسك للعن لا تعرِّض نفسك للعن الناس لا تقضي حاجتك في طريق الناس ولا في ظلهم ويستجمر بحجر ثم يستنجيب الماء وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعاً إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستقب بثلاثة أحجار أن يستجمر بثلاثة أحجار فإنها فإنها تجزئ عنه هواه أحمد وأبو داود والنساء والبيهقي والدار قطل وصححه ثم يستنجيب الماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعدو الخارج موضع العادة إذا كان الاستجمار بالحجارة يذهب مكان النجاسة ولا تنتشر النجاسة في غير ذلك المكان يكفي الاستجمار أما إذا تلوث غير مكان الاستجمار فيستنجيب الماء قال واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله يجزئ الاستجمار ولو تعد الخارج موضع العادة ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا أن تكون الحجارة طاهرة منقيا يعني يذهب الأثر غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان لا تستجمر بالعظم لا يجوز الاستجمار بالعظم ولا يجوز الاستجمار بالروث ولا يجوز الاستجمار بما يوكل ولا يجوز الاستجمار بشيء محترم وكذلك لا يجوز الاستجمار بجسد الحيوان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُستنجى بروث روث الدواب أو عظم وقال إنهما الروث والعظم لا يُطهِّران رواه ابن قُزيمة والدار قُطني وصححه رحمهم الله وروا أحمد والبُخاري رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثة فأتيته بروثة فأخذهما أي الحجرين وألقى الروثة لم يستجمل بها وقال إنها ركس أي نجس وقد ترجم له البخاري رحمه الله بقوله بابٌ لا يُستنجى بروث ويُشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر اشترط أن الاستجمار يكون بثلاث حجار ثلاث مسحات منقية أي مُزيلة للنجاسة وإن احتاج إلى أكثر فيكون وطرا وبه قال الشافعي وأكثر علماء الحديث وهو اختيار الشيخ من تيمية رحمهم الله قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله لا يُشترط ثلاث مسحات إنما المُشترط الإنقاء أي إزالة النجاسة إزالة النجاسة زليلنا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار الاستجمار يكون بثلاثة أحجار لا أقل رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن رحمهم الله وقال عليه الصلاة والسلام ومن استجمَر فليوتر بثلاث وإذا احتاج إلى غير ذلك خمس أو سبع وتر ومن استجمَر فليوتر رواه البخاري رحمه الله قال ولو بحجر ذي شعب حجر يكون له ثلاث جهات فيستنجي بكل جهة ويسنُّ قطعه على وطر يقطع الاستجمار على وطر ثلاث أو خمس أو سبع لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمَر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرق رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حجبان والبيهقي رحمهم الله وقال المجد جدُّ الإمام بن تيمية الشيخ عبد السلام رحمه الله وقال المجد بعد السياق الحديث هذا محمولٌ على أن القطع على وطر سُنَّة فيما إذا زاد على ثلاث جمعًا بين النصوص ويجب الاستنجاء لكل خارجٍ إلا الريح كل خارج بول أو غائط إلا الريح فإذا خرج منك الريح لا يجب الاستنجاء ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم قبل الاستجمار لا يصح الوضوء ولا التيمم بل يجب أولًا الاستجمار والاستنجاء قولُه لكل خارجٍ هذا المذهب يعني بول أو غائط والذي استظهره في الفروع وصوَّبه في الإنصاف لا يجب الاستنجاء من الخارج الطاهر كالمن والولد الخارج بلا دم خروج المني يجب الغسل باب السواك وسلن الوضوء التسوق بعودٍ لينٍ مُلقٍ أي مُنظف غير مُضر لا يتفتت أي السواك لا يتفتت لا بأصبعٍ وخِرقة أي لا تتسوق بأصباعك وباخِرقة ولا بخِرقة بل السواك بعودٍ لينٍ مُلقٍ أي مُذِيل للوسخ غير مُضر لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرةٌ للفم مرضاةٌ للرب جل جلاله رواه أحمد والنسائي وابن خذيمة والبخاري تعليقًا أي بدون أن يذكر شيخه مجذوبًا به والحاكم والبيهقي وابن حبان رحمهم الله تعالى فالسواك يطهر الفم ويرضي الرب جل جلاله فينبغي للمسلم أن يسوأل يتسوق فإزالة الروايح الكريهة مطلوب قوله لغير صائم أي فيكره له بعد الزوال إذا كان صائم يكره له السواك بعد الزوال والصحيح أنه لا يكره دائمًا وبه قال الشافعي رحمه الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فمن الصائم أي رائحة فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن رحمهم الله وعن علي رضي الله عنه مرفوعًا إذا صمتم فاستاكوا بالغداد أي بالصباح ولا تستاكوا بالعشي أي نص النهار الرخيل ولكن إسناده ضعيف لكن إسناد هذا الحديث هذا الحديث ضعيف قاله في التلخيص الحافظ بن حجر رحمه الله وعن أحمد رحمه الله أن السواك مسنون للصائم قبل الزوال وبعده وهو الصحيح إن شاء الله كما هو اختيار الشيخ ابن تعمية وابن القيم رحمهم الله وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمهم الله لعموم الأدلة ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من خير خصال الصائم السواك ولا يخلو هذا الحديث من مقال أي فيه ضعف وعن عامر بن ربيع رضي الله عنه ولرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعد يعني مرات عديدة رواه أبو داود والبخاري تعليقا وحسن في التلخيص سناده رحمهم الله متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فمه يعني السواك يتأكد عند الصلاة عند الصلاة يتأكد السواك وعندما تنتبه من النوم تتسوك وإذا تغير رائحة فمك تتسوك قال وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يرغب بالسواك عند الصلاة ولكن لم يوجب ذلك شفقة على الأمة فينبغي السواك عند الصلاة لأنك في الصلاة تتكلم مع الله جل جلاله فينبغي السواك عند الصلاة متفق عليه ورواه أيضا الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك سبعون صلاة لكن قال ضعيف هذا الحديث ضعيف رواه أحمد والموصل والبزار وابن خذيم رحمهم الله وقال في القلب من هذا الخبر شيء يعني في سنده ضعف فإني أخاف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمعه من ابن شهاب عن فيه انقطاع ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم على كل هذا الحديث فيه ضعف والسواك مستحب وقال الجراء في فوائد السواك به الصلاة فضلت سبعين رواه أحمد مسندا يقين لكن الحديث كما تقدم في سنده ضعف قوله وانتباه أي انتبهت من النوم تسوق لحديث حذيف رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوصفاه بالسواك أي يدرك فمه بالسواك إذا استيقظ من الليل متفق عليه ويستاك عرضا يستاك عرضا أكذا ليس طولا عرضا لما روا لما روي عن بهز بن حكيم رضي الله عنه مرفوعا إذا شربتم فاشربوا مصا وإذا استكتم فاستاكوا عرضا رواه البيهقي وأبو داود في المراسيل رحمهم الله وقال في الترخيص وفيه انقطاع أي سقط من سنده راو أنه ففيه ضعف ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله عند لبس النعل وترجله عند مستشاره وطهوره أي وضوئه وغسله وبشأنه كله كل الأشياء الطيبة باليمين قال ويدهن غبا يدهن يدهن شعره يوم ويتركه يوم لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل أي المشط إلا غبا يعني يوم دون يوم رواه الترمذي رحمه الله بالشمائل والترجل هو دهن الشعر وتسريحه أي تمشيطه وروى هذا الحديث أصحاب السنن وصححه الترمذي رحمهم الله ويكتحل ويكتحل ويترا الكحل في العين ويترا لحديث بن عباس رضي الله عنهما قال وقال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة لبعاء فيه كحل يكتحل منها كل الليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه ثلاثة أميال في اليمنى وثلاثة في اليسرى رواه الترمذي في الشمائل والإمام أحمد وابن ماجة رحمهم الله وتجب التسمية في الوضوء يجب أن تقول بسم الله في ابتداء الوضوء وقال الثلاثة يستحب ذلك ولا يجب دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم إذا توضأت فقل بسم الله فإن حفظتك أي الملائكة لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء قال المعلق أخرجه الطبران في الصغير رحمه الله من طريق من طريق إبراهيم بن محمد البصري عن علي بن ثابت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الهيثم في المجمع رحمه الله رواه الطبراني في الصغير وإسناده حسن إذا توضأت فقل بسم الله فإن حفظتك أي الملائكة عليم السلام لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء قال في المجمع الزوائد رواه الطبراني وإسناده حسن رحمهم الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم وصحه وتعقبه الذهبي بأن إسناده فيه ليل أي ضعف القليل مع الذكر يعني يجب التسمية مع الذكر لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان فإذا نسيت ربنا يعفو ولكن عليك أن تذكر بسم الله بأول الوضوء ويجب الختال ما لم يخف على نفسه ختال الذكر واجب وهو اختيار الشيء من تيمية رحمه الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الاستحداد القلعان والختان وقص الشارب ونتفو الإب وتقليم الأظهار هذا من الفطرة التي يحبها الله عز وجل قال المجد جد الإمام ابن تيمية الشيخ عبد السلام رحمه الله قال المجد في المنطقة وعن ابن جريد رحمه الله قال أخبرت عن عسين ابن كليب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلم قال ألقي عنك شعر الكفر يقول إحلق قال وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن رواهما أحمد وأبو داود رحمهم الله قال المعلق وعيد وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله رواه الطبران وابن عدي والبيهقي رحمهم الله وفيه انقطاع أي سقط من سنده راوي وبوجوب الختان قال الشافعية في حق الذكر والأنثى كما هو المشهور في مذهبنا وعند الحنفية والمالكية مسنون في حقهما ولكن دون الأنثى وعليه العمل والقول به أولى ختان الذكر واجب قال ويكره القزع لما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع فقيل لنافع ما القزع قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه أن يحلق بعض الشعر ويترك بعض الشعر هذا قزع نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يحلقه كله اتفق عليه ورواه أيضا أبو داود والنساء رحمهم الله فإذا كان هذا في حق الصبي الذي ليس بمكلف فالمنع في حق المكلف آكد ومنه ما يفعله البعض من جعل التوالي المعروف فإنه حلق لبعض الرأس وترك لبعضه يعني فلا يجود وفيه مانع آخر فإنه تشبه باليهود والنصارى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فو منهم وقال عليه السلاة والسلام ليس منا من تشبه بغيرنا فلهذه النصوص وغيرها يكون التوالي محرمًا فعله ومع ذلك فليس فيه جمال وليس بمستحسن لدى العقلاء وأصحاب الأذواق السليم بل هو مشوه مشوه للخلق ولكن كما قال جل ذكره أفمن زُيِّن له سوء عمله فرآه حسنًا ولله در الشاعر حيث يقول يُقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنًا ما ليس بحسن من سنن الوضوء السواك وغسل الكفَّين ثلاثًا ويجب من نوم ليل ناقضًا لوضوء يعني غسل ثلاث مرات إذا استيقظت من نوم الليل تغسل يديك ثلاثًا قبل ما تُدخلها في الماء ويجب من نوم ليل أي يجب غسل الكفَّين ثلاثًا من نوم ليل ناقضًا لوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والاستنشاق إدخال الماء في الأمن والمبالغة فيهما ما لم يكن صائما سنن الوضوء ثمانية عشرة سنة راجع الإقناع إن شيت كتاب الإقناع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك مع كل وضوء فالنبي عليه الصلاة والسلام يرغب في السواك عند الوضوء ولم يُجِب رحمةً بالأمة صلى الله عليه وسلم فواه مالك وأحمد والنسائي والبيهقي وصححه بن خذيمة رحمهم الله قوله وغسل الكفَّين ثلاثًا لثبوت ذلك لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام فما في المتفق عليه من حديث عُثمان رضي الله عنه قوله ويجب من نوم ليلٍ أني غسر اليدين ثلاثة قبل إدخالها في الماء ثلاثًا للأمة الثلاثة فعندهم لا يجب دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده رواه الجماعة رحمهم الله قوله والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم أما الصائم فيمضمض ويستنشق برفق حتى لا يصل الماء إلى الحلق لحديث لقيق من صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغي الوضوء أي أكمل الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما الصائم يستنشق برفق حتى لا يصل الماء إلى الحلق وتخليل اللحية الكثيفة إذا كان اللحية عظيمة تخللها حتى يصل الماء إلى البشرة أي سن ذلك ولا يجب وبه قال الثلاثة رحمهم الله ذكره عنهم ابن رشد في البداية رحمه الله لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به وقال هكذا أمرني ربي عز وجل فواهو أبو داود وابن خزيمة والحاكم وقال في مجمع الزوائد رحمهم الله ورجالهم وثقون قوله هو الأصابع أن تخليل الأصابع حتى يصل الماء إلى البشرة لأن العقد قد لا يصل هنا وتخليل الأصابع حتى يصل الماء تماما لحديث لقيط ابن صبيرة رضي الله عنه فتقدم قريبا قال تقيط بن صبيرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال قال أسبغ الوضوء أي أكمل وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك فواهو أحمد والترمذي وقال حسن غريب وقال حسن غريب والتيام أي البد باليمين لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وضي الله عنها مرفوعا إذا توبأتم فابدأوا بميامنكم أي اليمين ثم اليسار فواهو أحمد وأبو داود وصححه بن خذيمة رحمهم الله وتقدم في باب السواق حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم أي البد باليمين في تنعُله لبس النعل وطهوره أي وضوئه ووصله وفي شأنه كله الأشياء طيبة باليمين قال وأخذ ماء جديد للأذنين يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه ولا يخلو هذا الحديث من مقال والغسلة الثانية والثالثة قال وأخذ ماء جديد للأذنين وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله بما أخرجه البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن زيد وضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه ولا يخلو هذا الحديث من مقال أي في سنده ضعف واختار الشيخ بن تيمي رحمه الله أن ذلك ليس بمثنون فبه قال أبو حنيفة وأكثر علماء الحديث رحمهم الله تتم حيث أنه وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن حلق اللحية فحلق اللحية حرام وحيث قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم وهو منهم طبق العلماء رحمهم الله هذا الحكم وامتثلوا هذا النظام فقالوا يحرم حلق اللحية ويحرم أخذ شيء منها وحلقها مأصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتشبه بأعداء الشريعة وتخنث أي تشبه بالنساء وميوع وإبقاؤها إبقاؤ اللحية جمال ووقار وهيبة وشهام ورجول وطاع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والله ولي التوفيق وقد قال وقد قال ابن حزم رحمه الله للمحل اتفق العلماء رحمهم الله على أن إعفاء اللحية فرض باب باب فروض الوضوء وصفته فروضه ستة قصر الوجه والفم والأنف منه قصر الوجه والفم والأنف منه وغصر اليدين ومسح الرأس ومنه ذنان وغصر الرجلي والترتيب والموالاة وهي أن لا يؤخر غصر عضو أن لا يؤخر غصر عضو حتى ينشف الذي قبله قال الشيخ صالح البليه رحمه الله فروضه ستة فروض الوضوء ستة لقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قوله والفم والأنف منه يعني من الوجه فالمضمضة والاستنشاق يدخلان في غسر الوجه وعند لائمة الثلاثة رحمهم الله ذلك سنة ليس بواجب إلا في الطهارة الكبرى أي غسل الجناب ونحوه فتجب المضمضة والاستنشاق عند أبي حنيفة رحمه الله ذكره عنهم ابن الرشد في بداية المجتهد رحمه الله فالمضمضة والاستنشاق من الوجه لا بد منها لا بد من غسل لا بد من المضمضة والاستنشاق دليلنا دليلنا أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنذر متفق عليه وروى البيهقي والدار قطني رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق وجاء في حديث لقيط بن صبرا رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة رحمهم الله ومسح الرأس ويجب أخذ ماء جديد لمسحه وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ولابد من مسح جميع الرأس ولابد من مسح جميع الرأس وبه قال مالك وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله وقال أبو حنيفة رحمه الله يجذي مسح الرأس وقال الشافعي رحمه الله يجذي ما يقع عليه اسم المسح على كل يجب يجب مسح جميع الرأس قوله والترتيب يعني يغسل وجهه ثم يديه بالترتيب وبه وبه قال الشافعي وكثير من العلماء رحمهم الله لأن الله جل شانه ذكره مرتبا وأدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولي وقطع النظير عن نظيره والعرب لا تفعل ذلك إلا لفائدة والفائدة هنا هي الترتيب فما بدأ الله به قولا نبدأ به نحن فعلا وقد قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ابدأوا بما بدأ الله به ثم بدأ بالصفة فالله بدأ بذكر الصفة فنبدأ بالصفة ثم المروه وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله الترتيب ليس بواجب ولكن الصحيح أنه واجب وقال مالك قوله والموالاة يعني أن تغسل الأعضاء كل عضو بعد الآخر يعني ولا تجعل فرجة ولا تجعل وقتا بينهما حتى ينشف العضو بل توالي بين أعضاء بين غسل الأعضاء وبه قال مالك رحمه الله إلا مع النسيان والعذر فتسقط وهو قيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله وقال بعدم الوجوب أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله على كل حال الترتيب والمؤلاء كما ذكر الله سبحانه وتعالى على طريق عطاء وقال وقال بعدم الوجوب أبو حنيفة والشافعي دليلنا أن الرسالة رسولا عليه الصلاة والسلام هو المشرع والمبين لأمته أحكام دينها وكل من وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه متواليا يعني كل عضو بعد الآخر وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك فواهو أحمد وأبو داود وابن ماجا وابن خذيمة والدار قطني رحمهم الله وقال الإمام أحمد رحمه الله هذا إسناد جيد فلابد من إسباغ الوضوء وإكمال غسل الأعضاء والنية شرط لطهارة الأحداث كلها والنية محلها القلب أن يقصد بقلبه لحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات فلابد من النية والنية هو القصد تقصد بقلبك الوضوء المفروض وبهذا وبهذا قال مالك والشافعي رحمهم الله وهو اقتيار الشيء من تيمية رحمه الله قال أبو حنيف لا تجب الصحيح أن النية شرط والنية شرط لطهارة الأحداث كلها وينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها فإن نوى ما تسن له الطهارة فقراءة أو تجديد مسنون ناسيا حدثة ارتفع وإن نوى غسلا مسنونا أجزاء عن واجب وكذا عكسه وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها ويجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية بسم الله وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها وصفة الوضوء أن ينوي يعني يعني بقلبه ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيي والذقن أولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل الرجلي مع الكعبين ويغسل الأقطاع الذي قطع رجله بقية المفروض أي ما بقي من الجذ فإن قطع من المفصل غسل رأس العدد منه ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد قوله ثم يتمضمض لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله المضمضة والاستنشاق سنة إلا في الطهارة الكبرى أي الجنابة ونحوه فيجب عند أبي حنيفة رحمه الله وتقدم ذلك والصحيح أن المضمضة والاستنشاق تبعا للفم يجب بما رواه بما رواه مسلم رحمه الله من حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه وقد ترجم عليه المجد باب غسل المسترسل من اللحية الشعر المسترسل من اللحية يغسل مع غسل الوجه قوله ثم يديه مع المرفقين أن يجب ذلك وهو قول لإمة الثلاثة رحمهم الله لأن إلى في الآية بمعنى مع إلى المرفقين مع المرفقين لا بد من غسل المرفقين قوله ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة أي بدون تكرار وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله دليل ذلك أن علي وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم لما وصفوا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا مسح الرأس مرة واحدة قوله ثم يغسل إليه مع الكعبين الذي عليه علماء اللغة وأجمعت عليه الأمة أن المراد بالكعبين هما العظمان الناشزان في جانبي القدم في جانبي القدم عند ملتق الساق والقدم لا ما ذهبت إليه الشيعة من أن المراد به الذي في ظهر القدم فالكعب هو المعروف العظم الناشز في جانب القدم عند ملتق الساق والقدم وأما الشيعة يقولون على ظهر القدم وهذا خطأ وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله صريح في ذلك منه ما جاء في الصحيحين صلى الله عليه وسلم وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الرسول